لكن هذا العمل الدأوب اللي نشاهده والمواطن يشوفه كان قبل ما تجي للوزارة السيد الرئيس مسعود البارزاني أنطاك رسالة وهذه الرسالة نريد نعرف شنو هي وش قد تأثرت بيها بعملك؟ من طبع الرسالة كانت في غاية الأهمية وأنا دائما متعود أسمع من سيادتها كذا رسائل كثير من الناس لا يعرفون الحقيقة للأسف سبب التشويه الإعلامي المستضر على شخصية هذا الزعيم الكبير بعد أن تم التصويت عليه في البرلمان كوزير للإعمار والإسكان بعت لي رسالة نصية على التليفون وبعد التهنئة قالي أوصيك بالعمل لكل العراقيين ولكل العراق بهمة وبتفاني وبإخلاص وبنزع طبعا بالنسبة لي الزعيم مسعود بارزاني موبا الزعيم وإنما هو أب وقايد وقدوة وكل شيء أسمع منه مليء بالحكمة والعمق أحطها أمام عيني وفعلا حطيتها أمام عيني وعملت فيها